يعني نصائح بشكل عام للأهالي أو للناس اللي هم يعني يعتقدون أن أطفالهم يكونون لا سامح الله معرضين للإصابة باللوزتين شنو الأشياء اللي المفروض أنه الأهالي يتجنبوا حتى ما يؤصلون لمرحلة الالتهاب المزمن لللوزتين نعم المرحلة أولا هي العامل الرئيسي بالالتهابات الفيروسية هي تغيرات الجو الخروج الطفل من جو دافئ دول بيت إلى الهوى البارد هاي واحدة من الأسباب اللي يسبب خفض المناعة ننصح الأبوين أنه دائما لا يلتجي إلى المضاد الحياتي في علاج اللوزتين قد يكون ارتخاب فيروسي مجرد نعالج الأعراض اللي يعاني منها الطفل أنه إذا كان عنده حرارة أو ألم نستخدم مشتقات البراسيتامول أو أنه فد سوائل نسويها بالبيت تكون كلش ملطفة للبلعوم اللي هو تستخدم الحليب العسل فهي الدافع طبعا دكتور فهو أكو اعتقاد أنه الجهاب اللوزتين ربما يكون إلى علاقة بالعامل الوراثي هذا شيء دائما نسمعه أنه عمة الطفل أو خالة الطفل أو يعني ممكن العائلة تتعدد بهذه التسميات هذا الموضوع إلى علاقة؟ نعم العامل الوراثي يلعب دور فيه الوراثة هي كل شيء تلعب دور فيه جسم الإنسان فالعامل الوراثي نعم قد يكون إلى دور في التهاب اللوزتين المزمن يعني ما عرف أنت توقعت أنه ما إلى علاقة لا دكتور أكد أنه إلى بالحديث دكتور أنت ذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي بعض الأشياء اللي تكون متناولة الأيادي بالمنزل اللي يمكن العمل بها سواء لليمكن تقليل من الحدة هنتكلم من بعضها اللي سمعناه كثير أو شاهدنا أنه كثير قاعد يقولون تبعوا هذا الموضوع اللي هي الغرغرة بالمي والملح هل هذا الشي يفيد فعلا؟ وش قد أنه مفروض واحد يسوي أصلا يعني مو شرط أنه يكون عنده مثلا التهاب هل هو هذا رح يفيد أساسا؟ نعم الماء الدافئ والملح يلعب دور رئيسي في تلطيف المكان لأن رح يصير حرقة بالبلعوم سواء كان التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري فتلعب دور بتنظيف وتطهير الفم والبلعوم من البكتيريا لأن قد يبدأ فيروسي وممكن يتحول إلى بكتيري